فيما يتعلق بجلسة يوم الخميس هناك من يرى بأن الإطار ربما في موقف محرج لأنه لا قيارة أمامه إلا دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الذي وقف إلى جانبه وابتعد عن الوقوف مع الطرف الآخر فهل يضعكم ذلك في موقف محرج؟ لا سيدة الكريمة أبدا ليس هناك أي مواقف محرجة مثلا للإطار الإطار التنسيق اليوم لديه الثلث الضامن هذا واحد ثانيا الإطار التنسيقي هو من ذهب وتمنى بل وصل إلى مراحل كبيرة مثلا بتقديم مبادرات إلى البيت الكردي بعضها إعلامية والبعض الآخر كان غير إعلامي ولم يعلن لوسائل الإعلام حتى لحل هذه المشاكل الكبيرة داخل البيت الكردي لا نتمنى مثلا اليوم أن يأتي الأخوة الكرد إلى بغداد بعدة مرشحين طرحنا عدة آليات ممكن أن تحسم قضية رئيس الجمهورية الآلية الأولى هو أن يأتون إلى بغداد بمرشح واحد الآلية الثانية أن يتم اختيار شخصيتين وبالتالي هذا الموضوع يكون كثير لأعضاء مجلس النواب هم من يختاروا الآلية الثالثة وهو لم نتمنى ولم نكن معه ولذلك أيضا هذا الموضوع لم يحدث هو مثلا تأجيل جلسة مجلس النواب إلى أسابيع أو مثلا شهر مقبل لم يكن هذا من الإطار التنسيقي ولم يكن داعم واليوم الإطار التنسيقي حدد البوصلة باتجاه اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار رئيس الحكومة اليوم ما يمر بالشارع العراقي سيدة الكريمة من مشاكل كبيرة يحتاج الوقوف عليه طويلا والتأني والنظر إلى نحتاج إلى حكومة خدماتية تكون هذه الحكومة اليوم هي من تمسك زمام الأمور الحكومة الموجودة اليوم هي حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك كل الصلاحيات البعض كان يروج مثلا الذهاب إلى انتخابات مبكرة وكذلك نحن ندعم مثلا انتخابات مبكرة على أن تكون بشرطها وشروطها وضمانات وأمور تحدث ما قبل الانتخابات اليوم الحكومة الموجودة هي لا تمتلك حتى هذه الصلاحية أقرار الموازنة تغيير قانون الانتخابات من أهم المواضيع التي تقع على عاتق الحكومة المقبلة وهو قانون الموازنة نحن أمام سنة كاملة من انتخابات مبكرة كان من المؤمل هذه الانتخابات أن تنهي كل المشاكل الموجودة بالعملية السياسية وحتى الاجتماعية الاقتصادية الأمنية ولكن على العكس تماما لأنها كانت انتخابات تشبه كثير من المشاكل ولذلك لم تأتي بمخرجات حقيقية ولم تأتي بنتائج إيجابية كان من المؤمل أن تأتي بها لو كان هناك فعلا حراك مثلا من الحكومة الموجودة من بعض الشخصيات من الأمن الانتخابي أن يكون موجود بهذه الانتخابات لكانت أفرزت غير هذه النتائج الموجودة ولذلك الإطار التنسيق اليوم كان عازم واليوم أيضا يجدد هذا العزم باختيار رئيس الجمهورية بإذن الله يوم الخميس القادم هذه الجلسة إلى الآن سيدة الكريمة نحن نبعد عن يوم الخميس 48 ساعة هذه المدة الزمنية ممكن أن تكون كفيلة باختيار رئيس الجمهورية